السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في فيديو يديد آخر مرة شو سوينا نحن سوينا المنطقة الزراعية بس اللي طول عندهم فعسب حل موضوع فقلت بسوي منطقة هني خدمية حق المكان طبعا اليوم موضوع فيديونا مختلف تماما بس ما علي بغيرها بعدين وبنحطي فيها كمنطقة خدمية فيه ماي فيه ماي بنحطي هني مصنع اعادة تدوير فقط ما بنحطي مصانع ثانية هاي مشكلة بيكري بس اتصور بيكون عادي بس هاذا بيخدم المنطقة هذي بشكل خاص هاذي بيخدم المنطقة هاي بشكل خاص وهي راح يعني عبارة عن الموزعات للقمامة راح نسويها عقب وهذا اقتر صراحة شغال كدعم لوجستي داخلي لاني بيختار اكبر اليوم شو مهمتنا المدينة ما شاء الله بدأت تنبني فقلت بنبني مجموعة خدمات هني مثلا مدارس خدمات صحية وعلاجية هني مدارس خدمات وبنعبي الباقي عماير يعني هذي بكبرها ناوي اشلها وايه عند الحدائق وما احس انسب شي اني احطي حديقة حيوانات في نص مدينة صراحة او مرحلات فقلت على الاغلب احطي ملاهي هو افضل عساس من باب انه يلفل والتغير نبا مين قيت صغير ما عندهم مين قيت صغير بما انه عندنا هني خدمة عالية من المترة وحديقة الناس بتطيع عن طريق الحديقة الثانية والناس بتطيع عن طريقة منه المول بعد فخلنا نبدأ نحطي الحديقة هاي ولا الملاهي هاي هني ونمد المنطقة مالها يعني هذي البارك ايريا وابو كلبو شستو اتوه انا حاط على اكبر فرشاة خلنا والله اشتاقل بعض التولز بس حاول اقلل المودات عساس ما يسوي لنا مشاكل اهني بعد عندهم مشكلة قمامة فخلونا نشوف هذي حديقة الملاهي في نصف المدينة اهني بالطريقة هاي هاي لنوع الجذب ورفع القيمة الارضية للمكان بشكل كبير جدا طبعا هاي ما رح يكون فيها بوابات وايد يدخلوا من هناك ثلاث اماكن وايد ثلاث اماكن اصلا بالزيادة هذي على المكان مكانين بس يدخلوا من هناك يطلعوا من هناك حاليا انا ما اشوف انه يحتاج المكان اكثر من هذا واي شي ثاني رح يكون مشبك ما يقدروا يستعملون الشارع هذا مع انه متأكد ادري انه بيكون فيها ربحية كبيرة بس خلنا لا نفكر فقط في الربحية خلنا نفكر في شكل المكان يا مسلم نبه هذا اخ في سونامي بيضربنا اوه كل فيديو فيديوين وهذا السونامي قرر اينا مرة واحي يشوفوا موجودة للسونامي هاي يا الله هذا بيسبب لنا خسائر في المدينة الله لا يوريكم بس بنضطر اعادة بناء شو نقدر نسوي يا الله يا للسونامي يا الله يا للسونامي الناس غرقت الشوارع غرقت شوفوا 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 يا الله يا للسونامي سياير مالي كل شي راح والله توي يا ابني مستانس ليش تسونامي مرة واحدة يا الله عسى اخير انا هات ديزاسترز هذا بيخطل المدينة وغرق المطار وغرق مادرة منو شوفوا تسونامي وش كبر شوفوا يا الله زين مزارعي مزارعي شكله بعد بتروح مني زين تشي الفايدة منك ثلاثة لكبترات شغالة وسيارات قاعدة صح وانا حط انك حق منو انت تب منلك مدينتين هدمتها جماعة اللي عرفها مدينتين هدمت يردوني ابنوا ولا لا اتصور هي هم يردوني ابنوا المفروض اه بس هذي مصيبة والحل حتى هني اه كل مكان تسونامي وصل اغرق الشوارع اغرق الدنيا كلها بس الناس بدت تبني مرة ثانية وتزقدي يعني ان شاء الله يكون شايزين والله لو مبنى ديزاستر اسفاك عمري كارثة ورا كارثة ورا كارثة ما يستيبعني ايدي تحكني احطي بوابات اكثر بس احس لا احس ما ينفع بعد المهم الناس ردت تبني الحين برد نوعا ما على وضعنا الطبيعي في المدينة للأسف يعني اوكي ارحينا خلينا نحطي في المدينة شوية العاب بعد التسونامي اللي زعلنا في ناس قاعد تدخل حديقة وحديقة اصرا ما فيها شي مصفرة نص لعبة ما فيها الناس تدور حدايق صراحة فلازم نوفر لهم يعني سبل راحة هاي في النهاية تعتبر صحيح اخي هاي حشرتني الناس ردت بنات ردينا نطلع فلوس مشكلة في اماكن غرقانة تعرفون شو وارع غرقانة رودهاب من دسترويد عندي انا مفروض صيانة يا الله يا الله ما عندي هاي اللي يشلون مي نسرع البروسيس هاي صح بمبنك سيربس ايوه هاي اللي لازم يكونوا موجودين صراحة اذا بيتم يضربنا التونامي وربعة هاي اللي لازم يبدون يتصرفون هاي البيطة العنسية يرويت شوفوه يسرعو لنا الموضوع يسرعو لنا الموضوع يسرعو شفطون الماء اللي في الشوارع خلنا شوف شو بيسوي ايوه يمشوف نص الماء الحبيب هلا هلا والله اوكي هاي اللي بيحاولون شوي يفكون من اثار للسونامي بشكل سريع يوه شو المقلب هذا شو المقلب قاعد يحاول ابني حديقة انا في نص المدينة شو المقلب ترى هيا جمعة ما تسكتها ننحطي واحد هني واحد هنين هني هاي رسترومس صح ولا هاي رسترومس بنزين وبنحطي العاب ثانية هني بنحطي واحد هني واحد هني هني العاب حق الأطفال بنغطيها بشوي شير ما بنزيد تكاليف على عمرنا وايد هالفترة سامحوني عادة ما عندي البرش شمال الشير فالعادة عندي البرش شمال هم بس الحين مستغلين عن وايد مدات حق السلسلة هاي فكل شي لازم يكون شو نوعا ما مانويل منزين هذا اهني ايوه هذا اللي بيسوي اني مشاكل تشوفو الناس تدخلوا ببلاش هذا اللي ماداني ايوه حرامية ترى يدخلون ببلاش ايوه كلهم سوينا حق شو انتو يدخلون ببلاش دخلوا تبعوا فلوس نفسكم نفس غيركم والله مبدئيا ما بزيدها زيادة بس عرفنا منطقة البارك في المدينة فالحين منطقة المستشفى wires نحطيت هني اللي هي المقبرة فента Oh حين المستشفى ما راح يكون مجرد المستشفى الا يدخل المستشفى Y sichal elder house ży ox بخبركم ليش انا اراصلهم بالطريقة هاي الحين ونحطي المستشفى جدامهم. الحين ندخل على الحديق. ثالث وحدة. ونبدأ. آآ مايستوي المكان. اخ. حسبتي طلعت ما تنفع. حسبتي نص ونص استوات. خلنا نحطي باركنين اهني. باركنين اهني. باركنين في الخلف. باركنين. في الخلف. هذي حق مستشفى. مستشفى ترى يا جمعة لايك. لا حاج يقول لي مش لايك. منزين. منزين. بالطريقة هاي. ناس تبركن والتي. علاج التي. اي شي تبه التي. مزين. وهني كذلك هذا بيكون من ضمن حوطة منه. مستشفى الاطفال. ومركز علاج كبار السن. شوفو في نص المدينة. فصار عنا شوي مسطح المكان قاعد يتغير شوي عقب شوي. ومنها عنا تغطيئة ضخمة جدا حق المكان. احنا شو مشكلة القمامة عندنا سؤال. مشكلة القمامة اظنى زحمة. اظنى الزحمة. مش اظنى الزحمة. اذا نقطع هذا الشارعين. يو الله شو وارع واقفة هني. اذا خلنا نسوينا الشارع الرئيسي. نغير. ما شاء الله قاعد تلفل الحديقة اردش اكلها في زحم عليها. هذا ما لترفق الحين بين شبلة شوفو. مزين. الحين اللي بيستوي لازم اخلي هذا الشارع رئيسي. عساس الناس تبدأ تمشي. الناس بتستعمل هذا الشارع على سبب من الاسباب. الحين هذي الخريطة هاي محتاجة حل ضخم جدا. جدا جدا. هذي اذا سويها جسر ومررها من تحت مش احسن. يعني. خلنا نشل هذا من اهني. ام ولا اقول لكم لا. ولا اقول لكم. لان ما بيضبطها حس. بس ام. كان عنا شوي بالطريقة هاي. هذي مشكلة. نقدر نحطي. هاي بالطريقة هذي. ولا نحطيها تحت بعد. بالطريقة هذي. ونخليها جسر متجاوز. بالطريقة هاي. ونقدر نطلع منها خطين تسارة. من قبل يعني. يدخل المكان بالطريقة هاي. ولا حد يرد يدخل له. وبعدها يتم هاذه شارع رئيسي ادري تخبيصه شوي بس. انها شارع كله لازم ينشل بعد مرحلة معينة. فالحين انا مهتم ان اخلي الزحمة اقل ما يمكن. وبما ان الناس تبقى تطلع. خلنا اني بالثلش وارع لديد. هذا اكثر شي فواذنا يمكن في ال اه. اكسبانشن لديد. بالطريقة هاي. من اللي يدخلون وايد اقل من اللي يطلعون. فخلي الناس تطرع. بالطريقة هاي. انسوي لنا شوي درب اسرع يعني. توزعون في المدينة من هنا. شوفوا. والزحمة خفت وايد بالطريقة هاي. نزلت من شي ثمانين اظنني ولا. ولا راجع الفيديو. بس هالشارع بكامل محتاج عادة هيكلة. لان الشارع هاي تعبان بالطريقة اللي يوضع فيها صراحة. نقدر نطلع على شارع فوق ارضي. ونطلع شوارع تحت ارضية. بيكون وايد حلو بعد. معانا المترو شوفوا. خدمنا المترو شي اهني. لا سيشل تسعة وثلاثين نفرة. في كارغو ما يهني بعد قادة تدخل علينا ترى. بس الكارغو قاعد ينزل اهني. مدينة مزحومة لكن ما فيها شوارع تتزحمتها. وهذا قاعد يخرب ما يساعد. فخلونا نشل هذا. ونشد هذا ونحاوله التقاطع طبيعي. اللي بيطلع يطلع من زوايا مختلفة. خلاص ونوزع الزحمة بالطريقة هاي. افضل. خلنا نفتك من الشغلة هاي. الشارع الرئيسي مفروض يكون هذا صراحة. بس هذا الحين شوي نوعا ما. خفف الأزمة لكن بعدها فتكون زحمة عالمية بشكل مرعب. هذه الزحمة يبقى لها بس فيديو بروحها تحديو كم فيديوات سوينا نحن بس حق الزحمة. زين. خلنا نرجع علي مدينتنا الحلوة. زين المدينة الحلوة هاي شو تحتاي. مطافي. المطافي. والشرطة. راح يكونون رسميين شوي بزيادة. فشو بنسوي. هني المطافي. زين. وبنحطي عندهم برج الأطفاء. في حال الحرائق الضخمة. وبنحاول نحطي الشرطة هني في مرحلة ما. لان الشرطة هني ما توصل. شوفوا ها كله تكلفة إضافية. ولكن هني مطافي والشرطة حطيناها في مكان واحد. معناه عندنا مكان خالي حق بيوز زيادة. واللي هي هم هالا ماكن. نزين. ونبقى هني نحطي محلات تجارية. يعني هني تشوفوا. مقبرة واشياء ومحلات ونحطي هني محلات. عشان نسوي الزحمة. بطريقة نظيفة على حديقة الحيوانات. وعفوان حديقة الملاهي الصغيرة هاي. نزين بالطريقة هاي قدرنا نسوي الزحمة. هني نحطي أشياء. ولو نرجع مرة ثانية. اللي شرطة كان كم كان خمسة واربعين ألف سستين ألف. فلوس مش مشكلة حاليا. نزين بالطريقة هاي طلعنا داون تون. مشكلة عماير فيه رصة عماير لكن فيه متنفس. لأن المشكلة في العادة أنا أذكر أني قاعد أرصهم أرصهم أرصهم. فيستوي شكل المكان وايد اندستريل ولا وايد صناعي. فها الطابع أحاول أخففها في المدينة هاي. يا حبيبي انت عليك انت سوي ريبلد نزين بروحك لازم أنا سوي ريبلد كل شي. يعني هذا كان نسوي زحمة بعد على الأغلب يعني. ليش نسوي زحمة لأنه شال زحمة أصرا. يعني هذا مفروض كان شال عني زحمة زحمة ثلاثمية واحد ثلاثمية واحد هاي ركبوا السيارات. إذا ركبوا السيارات معناه سوي لنا زحمة زيادة. زينا الحين هالدوار لازم يتغير بعد إلى. إنه هالدوار قام يعتبر مركزي إلى أحد معين. عيلا خلنا المرة ثانية تم بريد رول، نشافت أعساس الزحمة تمشي. يعني ه الهاتف ثلاثمية نفر اللي كانوا هني كلهم عقب قاموا يسير ومسيقون السيارات سوي زحمة وين سارة لا خصير هذا. حني اردي استوى مرة ثانية شوي مزحوم خلنا تشوف فيه اشياء محتاجة اعادة بناء هني هذا خلاه برأيه مشكلته هني المتر صاحي المتر الرقم ثلاثة هذا هني اصلا هالمتر فيه حد يستعمله نعم فيه ستة ثلاثين واحد يدامون هني في المتر هذا يعني هذا شو ما عنده هنا تنف بيرز فور بردكتس ما علي هذا ما نفتحها هريطة بتحصل شرائية اني تقول بس هذا معناه هني نحن شو سوينا سوينا داونتاون فيه الخدمات معظمها موجودة بالطريقة هذي اي بيكون فيها ما فيها زينة فعلية بيكون فيها مسطحة هني باركنات احس اني بنضرب في الكومنت على الباركنات وكثرها بس هذي يا جماعة دوائر يعني دوائر الرسمية تعتبر يعني هاي تعتبر كأنك ما عرف تخلص معاملاته هني فما احس اني يحتاج معادة هذا المنظر يمكن هني بس شيرتين عساسا نقول انه مش امي بالامي المكان يا بس يعني بالطريقة هذي وبالطريقة هذي نحن كنا شو سوينا بطريقة هاي سوينا شو حس والف يا السلام معنا استوت عنا خدمات بهمة كاملة الخدمة الوحيدة اللي باقية واللي ابو اسويها على شارع داخلي اذا امكن اما اعرف الامكانية ما التحاليا نفتح لشارع بروحه من هني لين هني ومن هني لين هني وهني لهني التعليم ليش التعليم قطع وايد مهم اشوف قياسي الضبط والله ما زبطش مش امية بالامية ما زبط ولا امية بالامية الضبط يعني هني انفيرسي ما اظن نيشتي مكانه والله تعرفون ليشت حيلة شوي واحطي هني جامعة مثلا اخش هذا مثلا في مكان نفسي شوفو حطيه هني صح وايب اتشوف الجامعة كشو قياسه انا اظن بتقعد لو شوي بس ادف الاشياء ورا زي بالطريقة هاي بيشتي مكان الجامعة الهاي سكل بحطي مكان ثاني عادي للثانوية العامة او ممكن نسوي شي ثاني تبسط نقدر نحطي هذا هني نمسح الشارع هذا والنيب الجامعة نحطيها بطريقة هاي بس الثانوية العامة بعد تستهلك شوي مساحة بسيطة بالنيب ثانوية عامة ادري كانت الخطة شارع خارجي لكن استوي الشارع داخلي لكن ما عليه صبر عن حين هذا لو النيب هني وهذا النيب هني طريقة هاي نقدر النيب جامعة جامعة نحتاج وحدة فعليا حاليا فها كم سعرها اصلا ليش ما نجح لخم سبعين الف سبيسر دي كيو بايت يا الله نزين اذا نقدر نسوي هالحركة السحرية مالنا نيب الموف التول يا الله يا الموف التول نحطيها على الشارع شوية والنيب الجامعة نحطيها بعدين نرجع الثانوية شوي ورا طبعا هاي على الغلب فلا الحين وردي فلا هاي سين ثلاثمين ثلاثمية في الف تسعمية وشي يبون دراسة نزين عنا حدائق عنا اماكن يعني مثلا نقدر نحطي في منطقة فراغية مثلا الشيل باركن من هني ونحطي مدرسة صناعية وبنتصور انها هاي المدرسة ماتا ما يشتي مكان هالمشكلة نزين خلى ننقص الباركن عات هاذ الباركن ما يتنقص هاي مشكلته خلى ندف الباركن شوي يسار يا الله يا موف التول ندف الباركن شوي يسار ما يستيه ابدا نزين مدرسة عودة والله خلى الشيار هني في الزاوية خلى هم هني يمرون نزين المدرسة المدرسة راح تسوي للمدرسة ازمة عالمية ان يحطيها في الداونتان بس ما على بقعد ادور اماكن حاق مدارس شوي مش غلط افكر اسوي هبزة هني حاق مدارس يعني متوسط لان الحي المدارس المتوسطة عندي فيها نقص فاذا يحطيها مكان واحد بساطي استوي هاي سكول اوكي انوبرستي مو عندي اسران ممكن جدا ترى ممكن جدا جدا بس هاي شكلها مش سياحي هني اساسا فخلوني ننقلهم مكان ثاني وبنحطي لهم بساطة شفتوا اللعبة مدارس على البحر سويها منطقة دراسية حلوة هني على البحر نقدر انيب فيها مدرسة الابتدائية لا تنسى منطقة منطقة التعبية حق مدرسة زيادة من هالنوع فاذا امكن اذا امكن نقدر نحطيها بالطريقة هذه الحين هاي المو ينفع نخليهم على نفس الحال بس بنسوي فيها نشير بس صبر الثانوية نقدر نحطيها في الوسط هنا بكل فخر على قولتهم بالطريقة هذه الحين المدينة هاي ناكسنها باصات اساسا فخلونا ندخل عالم الباصات ونحطي لفة داخلية لفة خارجية عفوا الستاندرد اللي سوينا كلهم يقدرون يمشون نحطي استوب هني نحطي استوب هني مفروض يوصل للستوب لمنو طريقة هاي يرجع للمترو يرجع يوقف هني لفة داخلية اوكي نبأ لفة داخلية بالطريقة هاي المكان الوحيد اللي بيشتبكون فيه هني بس نقدر نحطيها لفة ثانية يتلاقون في الإشائر بس ما باه فبنحطي لفة مختلفة شوي لفة هني للمترو لحظة هذي مينو اللي يصار ما عرفنا لك حطيه هني حطيه هني هني انت توصل للمترو توصل الناس داخل هذي المنطقة بالطريقة هاي نزين وعننا لفة داخلية وين الباصات هني توقفون تمشون للمترو ومشي ونوقفكم بعد اهني ونوقفكم صوب الحديقة ونرجع من الداخل توقفون عند الخدمات الحكومية وترجعون وين اهني بالطريقة هاي الباصات استوى ثلاث لفات عندي ما تتلاقى وكلهم يروحون بطريقة او باخرة المترو شوفوا المترو عليه ثلاثمية وشي واحد يجب علي مجرد يعني فيه زحمة علي المترو آآ هاان منطقة المدارس محتاجة الشغل ويد مش مجرد هاي هاي يعني بوالها شف cara نزين الحين الجامعة نقدر نحطيها هني مرم فانتظر الجامعة ما بخليها ايدي انا شو بسوي ولا بحطي عندها عمامة روزيبot هان بس الجامعة علي اساس انها فيها خصوصية يعني فبنحطي فيها فالخارج هني الشير الطوال هذي بالطريقة هذي تغطي على منطقة الجامعة وتخلي فيها شوي كأننا فيها خصوصية مع أنها مش ويد صراحة بس تسلين 4500 طالب الحين هاي محتاجين زينة بروحهم بس منطقة المدارس وصلنا يبقى لها شغل ويد وما أتوقع بنشتغل عليها بها البساطة بس نقدر شو نسوي النيب هاذا هني ولا تشنة ثانوية موجودة والنيب يا الله اه شكلنا ييت انه مصيبة ثانية في حفرة قالوا بتطلع في الارد في حفرة طلعت من ولا شي زين ما في طريقة عادة بناء اتماتيكية ترى بناءتها الوضع هذا بيكون سيئ اظنني في طريقة بس أنا ما عرفتها نزين نزين خلنا نعيد انها لا ما كنا مسكرة ثلاثين نخسر فلوس نحن فقط ثلاثين نخسر فلوس هالفاضي حدا يقوموا بشغالتكم نزين نحن الحديقة شغالة كل شي شغال والله شكل المدينة انا راضي عنها صراحتا بشكل عام شكل المدينة رائع نزين هاي المدينة نوعا ما الاساسية الحين شوفوا الطار الداخلي شغال هذا شغال ما عندنا ناس وايد تشتري بس المطار في اوبشن كارجو المطار في اوبشن كارجو فيمكن نبدأ الفيديو القادم نشتغل على المطار حبة 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 لان نبني مطار المطار مشروع ما اشتغلت عليه قبل فهذا الفيديو نشوفكم في الفيديو القادم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته